تحرك جديد للرئيس عبدربو منصور هادي يحمل ملفات ثقيلة منها ما هو داخلي يتعلق بجهود مرتبطة بعقد تحالفات داخل حزب المؤتمر المنقسم على نفسه هذه المرة كانت الوجهة القاهرة التي تلعب دوراً بالوكالة مع أبو ظبي باعتبارها عاصمة دولة يتواجد فيها عدد كبير من قيادات المؤتمر والحراك الجنوبي تتزامن زيارة مع أنباء عن لقاء يعتزم المبعوث الأممي عقدة مع الأطراف السياسية اليمنية ضمن سلسلة لقاءات بدأت في لندن ولن تنتهي في القاهرة في مهمة إعادة تعريف بمهمته كوسيط في الصراع ويحمل رؤية لا تنسجم مع القرارات الأممية يسعى هادي لمحاولة ترميم علاقته مع الإمارات عبر البوابة المصرية التي افتقدت للتأثير على المستوى الإقليمي والدولي وتحولت للاعب ثانوياً بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعصف بها منذ أكثر من خمس سنوات لقاء الرئيس هادي مع نظيره المصري بعث برسائل سلبية بدأت من الاستقبال الفاتر لهادي حين تم الاكتفاء باستقباله من قبل وزير مصري في المطار رغم الإعلان عن كون الزيارة رسمية استحب فيها هادي وزراء ومسؤولين في حكومته اللقاء الذي عقد بعدها مع السيسي حمل طابعاً بروتوكولياً ناقش قضايا تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والمالية اللقاء تناول أيضاً أهمية إعادة النظر في تأشيرات السفر والموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين والرسوم الإقامة وكذا إمكانية فتح خطوط الطيران المصري إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت الرئيس هادي وفي اللقاء أكد تطلعه إلى نهاية الحرب وإيقاف معاناة الشعب اليمني نتيجة للعنف والتطرف من قبل ميليشيا الحوثي فيما أكد الرئيس المصري رفضه في أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لقاءات وحوارات كثيرة تعقد من أجل اليمن ناقشت في مجملها الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية ليس ربما لمعالجتها بشكل جذري بل خوفا من انعكاستها السلبية على أوضاع البلدان المحيطة وهي دائرة مفرغة يعيش فيها اليمن منذ بدايات الأزمة